موسيقى السلام عليكم ورحمة الله موجزون إخباري ومن قناة المرابطون أهلا بكم صادق نواب الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدوها على مشروع القانون رقم 15-0055 المتضمن عقوبات تخص صناعة واستراد وتوزيع واستخدام الأكياس والأغلفات البلاستيكية المرنة وقال وزير البترول والطاقة والمعادن وزير البيئة والتنمية المستدامة وكالة محمد الخونة إن مشروع القانون ينص على عقوبات تتراوح بين 10 ملايين إلى 50 مليون أوقية تغريمة وثلاث سنوات إلى خمس سنوات سجن بالنسبة لشركات أما عقوبات الأفراد فتتراوح بين 5000 إلى 20 ألف أوقية والسجن من سبعة أيام إلى خمسة عشر يوما من ناحية أخرى صادقت الجمعية الوطنية وكذلك خلال جلسة علنية عقدتها على مشروع قانون رقم 15-054 يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 005 الصادر في الثامن عشر يناير عام 2000 وقال وزير العدل الموليتاني إبراهيم ملدادة إن مشروع القانون الجديد يسعى إلى تفعيل مدونة التجارة التي قال إنها لم تعد تستجيب لمتطلبات الوقت الراهن تتواصل بالعاصمة نوكشوط الأيام الوطنية للتبرع بالدم التي افتتحها يوم أمس الوزير الأول الموليتاني يحيى والحدمين وقال والحدمين في تصريح أدلى به للصحافة أن بنوك الدم في موليتانيا تعاني نقصا كبيرا داعيا المواطنين إلى التبرع بالدم من أجل إكماله هذا النقص الحاصل طالبت هيئة دفاع معتقلي مبادرة بعث الحركة للإعتاقية إيرا خلال مؤتمر الصحفيين عقدته في نوكشوط طالبت بإخضاء ملف موكلهم للقضاء والابتعاد به عما سموه المزاج السياسي هذا ونددت الحركة في بيان وزعته على هامش المؤتمر الصحفي نددت باستمرار اعتقال رئيسها ونائبه مطالبة بإطلاق سراحهما في أسرع وقت يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة الثالثة موجز إخباري بحول الله دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة